24 و 20 كلمة علماتش النهاردة فرنسا و اسبانيا احنا كلنا وقفنا معاك عثمان عن الارقام عن تحليل الاداء خاص بفرنسا و اسبانيا وكان عندك الكثير فيما يقال في النقطة زي ما قلنا كان قبل اللقاء اسبانيا كانت اقوى جنب التساوي مع المانيا 11 هدف في 5 مباريات اما فرنسا 3 اهداف فقط يعني الفرق 8 اهداف وفرنسا سجد 3 اهداف هدفين عكسي يعني الفرق التانية المنافس لها هل سجد الهدف والهدف في تلك المراكل الجزاء استاذين كنا جاء بس لو السلايد موجودة نستارب تلاتة عن المنتخبات فاللي مكتوب فيها اسبانيا و المانيا 11 في الهداف فتخيل ان اسبانيا مركز اول في التهديف و فرنسا مركز الـ 12 في التهديف هي بي فهي اول جدول المانيا و اسبانيا 11 هدف طبعا اسبانيا دواتي وصل الـ 13 سجر الجنين كمان هولندا التالت وده لسه نتكلم فيها قبل نرجع على الهوى كنت بتبطولنا ان المانيا ده كان مفروض نهائي بين اسبانيا و المانيا طبعا و المانيا همه اقوى في الهتين ناوة شفت كل الاحثات الهجومية هتلاقي اسبانيا و المانيا الافضل في هذه البطولة فطبعا اسبانيا و المانيا بالنسبة لي كان نهائي هذه البطولة فين فرنسا مش موجودة ولا انجلترا على الفكرة هي انجلترا سابعة ترتيب بخمس اهداف و فرنسا الـ 12 بثلاث اهداف ففرنسا بعيد جدا هجوميا كان مستوى مزري بالرغم ان عندها خط هجوم قوي جدا وده ممكن نتكلم فيه كلام كبير اوي وهربط بينه بن انجلترا اللي ميجي تكلم عليها طبعا ازا الجدول التاني امتلاك الكورة طبعا المنتخب البرتغالي منتخب كورة منتخب بدعا عن رونالدو على فكرة منتخب رائع في الكورة استحواز غير طبيعي لعبة غهرية عالية جدا برونو فرنانديز وبرناندو سيلفا ورافايل لياو ومعهم واحد زي رونالدو ففرقة في المتلاك الكورة وطبعا في تينيا فسط ملعب لعب ريس انجر ماء حدث ولا حرج وده اللي مخليهم رقم واحد في الاستحواز المفاجأة التانية من المانيا برضو شوف المانيا موجودة هي معناها خارجة بدري التاني اكتر استحواز منتخب الانجليزي بقى دي الميزة اللي كان اللي اعزيس هتكلم عليها وهنحللها وده مهمة ان المتخب الانجليزي تالت افضل استحواز ولكن النتيجة ايه مفيش مش حاسس بالامكانيات يمكن الجدول الاخير اللي هو دقة التمرير برضو المانيا رقم واحد انتواخد دلك ان المانيا موجودة اول تاني اول اخصار ان احنا افتقدناها عشان جات في طريق اسبانيا على فكرة المانيا لو قابلت اي منتخب غير اسبانيا كانت تكسبها ده قولا واحدا وفقا للمستوات اللي احنا شفناها فالمانيا متواجدة اول الحاجة الوحيدة اللي كانت عند فرنسا وده الدعم كلام عزلي كانت كلام شوية تاني اعلى دقة التمرير وده اللي كان عامل المشكلة الاسبانيا ان اسبانيا ما كان فيه مساحات ولعبة فرنسا بيمراره كويس جدا يعني بيمراره غلط مواصلهم لعبة كرة وبيمراره صح بالتمرير الصحيح بقى بيوصلوا بسهولة لنص ملعب اسبانيا للتمنتاشر عشان كده اول عشر دقيق اللغبطة اللي حصلت فرنسا جابت جون وضيعت فرصة وكان فيه لها هاجمة خطيرة كان نازل بشرحها من شوية بتاعت الانزار اللي خده خصوص نفاس عشان يمنع على بيوء قبل ما يبصيها لمبابيكت هلي بقى جون تاني اكيد ولكن اللي حصل في المباراة لويس ديلافونتي وانعزف عند الراجل ده وياريت الناس يعني برضو انا بحب ازا نقوله كده ايه اجمع بين اللي بيحصل برا اللي بيحصل عندنا تشوف الناس برا بتشغل ازاي لويس انريكي هو اول واحد في اسبانيا لما مسك المنتخب عمل صورة داخل المنتخب مش ماشي تشاكل دي قداما باش يجيبهم لعيبة ديها صغيرة متخب تحت عشرين وتحت واحد وعشرين متخب الشباب والناشئين جاب منهم لعيبة كتير جدا صغيرة ايوه علشان هو عنده قماشة يقدر ينقف فيها لا انا مش مؤطارد بس اصده دي على فكرة تحرك جريء جدا انك تسيب نجوم جوار ايوه انا فاهم لا انا اقول لك الحاجة اهم بقى اللي جادي اللي اهم مش موضوع لويس انريكي لويس انريكي خد المغامرة خد المبادرة لتحدي الاسباني لما لويس انريكي ما كانش موافق في كسر عالم وخرج من مين متخب المغربي ده اعتبر كانت مفاجأة كبيرة فاعتبروها اهانة فماشوا انريكي جابوا مين جابوا واحد كان شغال مع نفس الشباب دول في سن السوق انت ما تشوف في السيفي بتاع اليوز دي رافونتي اشتغل منتخب ناشئين ومنتخب شباب وتحت واحد وعشرين وعلى فكرة قاد منتخب اسبانيا في القولمبادل اللي فات اللي هو الاخير ده تحت توكيو فمعظم اللعبة دي هو عارفها وطلعه حتى داني قلمه اللي هو الراجل اللي جاب تلات اهداف دلوقتي منهم مباراتين بديل والتلات اهداف في الايه في الادور الاقصائية 16 وال8 وقبل النهائي اول لاعب في تاريخ اسبانيا يسجل ثلاث اهداف في الدور الاقصائي متتالي 16-8 قبل النهائي الولد ده بقال بحتياطي بس تجال لك لما تكلم عن الدلافونتي قال ايه قال هو واثق فيي وانا واثق فيه حتى لو مش هلعبني اساسي بس هو عارف امكانياته هنزلني امتى فتخيل اللاعب نفسه واثق في مدربه فالراجل ده خد للمراحة لشين عارف اللعبة دي ودي نقطة مهمة ودرس ان انت لما بجون بتطلع جيل جديد يبقى عندك كوادر تدريبية في الشباب تجهزوا ولو الناس تفتكر بس وترجع بلوري شوية بالزاكرة كده كابتر حسن شحيطة ربنا تديره الصحة كان ماسل المتخب الشباب كان طالع بيهم اه وبعد كده اللي حصل رحت اجيبت المؤمنين العرب رجع المتخب الاول جاب معظم العيبة اللي كانوا تحت ايديه وطعامهم بالعيبة وطعامهم بالعيبة طالع